السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله هننظف مع بعض البطة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وتطلع معاك يبيضة وزي القشطة بازن الله بحاجات بسيطة جدا جدا ولا فاتعب ولا مجهود يلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض ونشوف هننظف البطة الحلوة دي بص الجمال والحلوة ما شاء الله رجعناها زي الفل ازاي يلا نسمي الله ونبدأ كده مع بعض ونشوف الخطوات معانا البطاية بالشكل ده زي ما انت شايفها الرشي الصغير كتير جدا فيها وكمان الرشي اللي تحت الجلد كتير جدا جدا زي ما انت شايفها كده حس كده اللي هو صعب جدا هو يطلع معانا وان البطة دي اصلا هتنظف معانا فبس بجده هننظفها بكل سهولة يعني ما تلاقيش طبعا هنجيب الطبق في ميا وبعد كده معانا البطاية في غلطة ناس كتيرة او بتغلط فيها وهي بتنظف البطاية اللي هي بتوح جاية من نظفها البطاية بضافر ايديها او بصوابع ايديها الحركة دي متعبة جدا جدا بعد ما بتخلص تنظيف البطاية يعني يبقى ديك فيها قلم فضيع ووجع فضيع بسبب التنظيف تلاقي صوابع ايديك كده خدلت كده وبتنمل وتعبكي جدا من شدة الوجع اللي فيها فيريت الحركة دي ما حدش يعملها خالص خصوصا لو عندك البطاية مليانة ريش بالشكل ده طيب هنعمل يعني نجيب منقاط انسب حاجة لك المنقاط اي حد يقولك اي حاجة تانية ما استدقيش عن عطب الرب ببط وبننظف بطه وعارفين الكلام ده يعني مش الكلمة دي اللي بهارك كده وخلاص لأ انسب حاجة لك المنقاط منقاط كده يكون عندك في البيت زي اي ادوات مطبخ كده موجودة عندك في البيت طبعا ده مخصص المطبخ بس تعملي بيه اي حاجة في المطبخ يعني ما ينفعش يستخدميه في البيت في في البشرة يعني او في الجسم وكلام ده كله هاتمسيك المنقاط بالشكل ده وتفضل بقى تشيلي الريش بتاع البطاية هيتشل معاك بكل سهولة مش هتحس باي تعم وعودي كده في الارض كده ونظفي براحتك وما تقلقيش ولا تزهقي ولا تتعبي هتتنظف معاك على طول ده بالنسبة للريش اللي هو الايه الكبير طيب بالنسبة بقى للريش الصغير اللي هو تحت الجلد ده هنظفه ازاي وهنطلعه من تحت الجلد ازاي هقولك تلوقتي زي ما انت شايفاني كيه جبت ردة خشنة وراحت جاي حطوها على البطاية واتفرجي بقى تلوقتي بقى وانا بدعكها كده بالشكل ده طبعا ادعكها عكس عكس الايه عكس الريش يعني الريش شوفي جاي اتجاهه ازاي انت ادعكي عكسه انا بدعك عكس الريش اهو زي ما انت شايفة كده اتفرجي بقى على الريش بقى لتحت الجلد كله مع اني خلصت البطاية ونظفتها كويس جدا بالمنقاط بس طبعا فيه كان فيه ريش تحت الجلد البطاية اتفرجي عليتي الوقتي هتشوفيه طالع كده ومحبح بكده هيطلع معاني بكل سولة مع الدعك كده زي ما انت شايفها هفضل احطي كده ايه الردة الخشنة طبعا البطاية نشفة معاني مش مبلولة نشفة وراح جاي يحط عليها كده وافضل افرج كده ايه في البطاية عكس اتجاه زي ما قلتلك الايه الريش شايفة الريش شايفة واقفي زي ما عانز زي وطلع اهو بدأ يطلع من تحت الجلد ازاي هتروحي جاية بقى بالمنقاط وشديه بتعملوش كده بقى ديك كده على طول انا عملته كده بايداية قدامكم عشان بس توريكي هو قد ايه طالع وبتنتش معانا بكل سهولة عممكن عادي تعمليه بايداك ان فيش اي مشكلة بس زي ما قلتلك عشان صوابع ايديك متوجعكيش واخر اليوم بقى مش قادر تعمل اي حاجة من صوابع ايديك اهو بتفركي شايفة بتفرك كده اهو ويطلع معاكي تحت الجلد بكل سهولة تمام بعد ما خلصت البطيها كلها ونضفتها وخليتها اشطى وحطت عليها ردة كتير جدا لغاية لما نطفت معي وطلعت كل الريش اللي تحت الجلد كنت قاعدة كده واخدها رحتي على الاخر وبنضف فيها مش مستعجلة يعني تخليها في يوم كده تكون انت ايه مسلا خلصت الغداء وخلصت كل اللي وراكي وتكوني مطلعاها من الفريز اللي كنت حطاها وطلعاها من قبلها تفك براحيتها كده وتروحي جاي قاعدة وتنضفيها براحة كاي بين منقاط وبعد كده بين ردة في ناس بتعمل ردة ودقيق تمام فيش اي مشكلة انت عندك ردة بس عادي عندك دقيق بس عادي بس الافضل يكون ردة ممكن ردة ودقيق بعد ما ما غسلتها كويس جدا بقى في المية واللمون والملح رحت جاي مصفيها طعم مش هتبخها النهاردة انا بس كنت بنضفها معاكم كده وبعد كده حجي حطاها في الفريزل هنتبخها ان شاء الله في يوم تاني زي ما انت شايفها كده ما شاء الله زي الاشطة هيط ونضيفة وشكلها حل اهو ما فيهاش اي ريش ولا فيها اي حاجة طبعا انا لو هتبخها النهاردة بقى هنقحها بقى ايه مدة اطول وهخسلها كويس جدا اكتر من كده كمان وهروح الجاي بقى وصفيها والكلام ده كله طبعا انا اشي حطها في الفريزل فبس اغسلتها باللمون والملح كده واشطفتها بمية عادية وروح تجاي طبعا ايه صفتها وبعد كده حطها في الفريزل يا رب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم سهلة وبسيطة وما تسمعوش كلام اي حد يقولك بمعلاقة واحدة هتنضفي ايش هتنضف الرش بتاع البطاية مش عارف لو حطتي ايه هتنضف الرش بتاع البطاية يعني احنا طول عمرنا بننضف البط وعارفين ويه بنعمل البط وعارفين هو بتنضف ازاي وعارفين المرحلة بتاعته اللي بتوصل للتنضيف هي ايه انسب حاجة المنقاط هتقعد كده براحتك وتنضفيها وهتلاقيها زي القشطة بس زي ما قلتلك بتبقى قاعدة كده واعصابك رايقة وبالك رايق عشان ما تبقاش مستعجلة عشان طبعا انت لو سبت الريش الصغير ده بيبقى منظره وحش جدا جدا وكمان بيخلي طعم الشربة مش حلو والمنظر نفسه كده اصلا ما مش عارف البطاية كده سودة كده وفي حاجة كده غريبة فالواحد بصراحة بتقرف من منظر ده فانت احسن حاجة زي ما قلتلك خلصيها كده ونظفيها في وقت تكون انت قاعدة كده رايقة وخلصت كل اللي وراكي هتنظف معاك يا والله العظيم عشان في ناس كتيرة جدا اعرفهم آآ للأسف مش بينظفوها كويس خالص كده وبيسيبوا فيها حاجات تبقى شكلها مقرف ويتبخوها وياكلوها وحاجات كده غريبة كيف بتحصل كده تبقى حاجة الصراحة مش حلوة خالص فيارب الطريقة بتاعتي يكون عجبتكم النهاردة زي ما انتم شايفينها كده سهلة وبسيطة وما تنسونش باللايك بالله عليكم الليك برفع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة